السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي شني حوالكم لباس الصحة بخير ربي داوم علينا نعمة الصحة رجعت اليوم معاكم لبنات في فيديو جديد وإدبارة جديدة إن شاء الله تعجبكم اللي هي مصلعة للوش على طريقتي بخلط التواب اللي بنينا برشا إن شاء الله على كل حال تدخلوا الفيديو تعجبكم الطريقة واتنير أريدكم بإذن الله وهذه لبنات اللحمة حبيت نوريه لكم عن قرب بشتراو كيفاش معناها طايب وذيب ذبان كما الزبدة اللهم صلي عني بي طواب الهنا بنتوكلوا لبنات على بركة الله في تحذير المسلي اخذينا الحيمات الهنا من المسلان وقلم الافخاذ ولا من الكتف من أي مكان من العلوش تحبوا أنت اما أبن حاجة دي في المسلي هي الكتف وقلم الافخاذ حتيتوا من هنا في الطنجرة كما ترى واخذيت طواب الهنا خلطة التواب اللي قطوكم عليها راهيب لنا برشا في المسلي علوش الهنا رأس حنود في الفل أسود ملح حسب الزوق كركم شوش ورد ومعاهم أهم مكون بشيبنن المسلي اللي هو العودو قرنفل وكما ترى العودو قرنفل وكما ترى العودو قرنفل راني مكثرتش حتيت شوية بالكل طواب الهنا سبيت طواب الليبنات على اللحيمات بش نزيدهم من كيتا زيت على خاطر نعرف المسلي اللحام لعلوش دهنيات بكله طواب الهنا لغم اللحم كله بالماء الدافي ما نستعملوش ماء بارد ملحانة فيا نستعملو ماء دافي بش التوابل تتغلغل معناها في الحيمات متاعنا وتعطي أكا النكتة لأن نكهة عفوا لبنينة نأكد بالجدال لبنات على التوابل رأي القرفة وشوشو الورد والقرنفل حاجة بنينة برشة في المسلي علوش نحبكم تثقوا في الوصفة وتجربوها على طريقتي بإذن الله لا تندموش هذه التوابل التي نعتمدها أنا طول العمري معناها تعطيني ديما نتيجة طيبة وحاجة بنينة برشة وحاجة بنينة برشة قدرنا على النار ونجعله يغلي حتى يجب أن الماء ينشف وقتها يكون طاب بإذن الله هنا أريد أن نقول لكم يغلي ونحركوه قليلا نتفقدوه ونحركوه قليلا لكي الحماية التي كانت من فوقها تملوتها والعكس وهذا أريد أن نزيد النكة معناها المسلمي ونحركوه قليلا ونحركوه قليلا لكي أعطيه البنة أكثر وأكثر ويعطيه نكهة وريحة اللهم صلى على سيدنا محمد ونعرف أن الناس يتماشى برشة مع القرفة نعود ونستنى حتى تكشف من الماء ويتيب هنا كي مرة من غير ما نضعه في الفور ونطعبه ونطيبه مسلي في الفور وحكوه على الألغاز في التنجرة يتيب بطريقة الله مسلي عني بي أخصر وحبت نوريهكم عن قرب كيفية الحمد ذيب ذوبان خطيب حقه طريقة بسيطة مبسطة لا أعقدت الأمور جزت لحيمات فسحن وزيتهم قليلا مكازيت اللي بقاها السوس اللوتاني كما ترى في الطنجرة ورشيت عليهم رشا مع دنوس وعصيرة قارس ويحضر معنا التبايق المصلي في خمس دقائق من زمان بدون تعب بدون عناق أسهل الأكلة هذي نعملوها في العيد الكبير ويجيب نينا اللهم صلى عني بيه وطعمة 66 كيف على كل حال إن شاء الله دبارة تعجبكم وإن شاء الله طبقوها وتنير رضاق بإذن الله وهذه هي البنات المسلم تانا وإن شاء الله على كل حال تبقى المصلي على طريقة نير رضاقم ولهنا حبيت نوريكم عن قرب كيفاش معناها الحم طيب اللهم صلى عني بيه أخذر له طريقة مبسطة ما فيهش تعقيدات ما فيهش حتى معناها عاناء وحتى تعب هاكم تروا فيه طيب كيفاه اللهم صلى على سيدنا محمد على كل حال إن شاء الله الطريقة تعجبكم ونبقيكم طوى على خير إلى اللقاء في أمان الله وليه يدخل الفيديو لأول مرة ويكتشف قناتي مذبية لو يتكرم علي بالاشتراك واللايك بارك الله فيكم باي باي اشتركوا في القناة